ممكن مشكلة تواجهكم في موضوع الحريم الحريم وقت رمي الجمرات يبدون يقولون مثلا نبي واحد ان الوكلة هو اللي يرمي مكاننا احنا ما نقدر احنا كذا شونا نتعاملهم مع هذه الأمور أنا أقول لهم دائما نفتينهم أقول لهم المرأة اللي ما تستطيع تروح السوق هذه معذورة السوق السوق اللي ما تروح للسوق وفعلا ما تمشي في السوق صحيح خلاص هذه فعلا معذورة يرمي عنها يعني محوظة وكل واحد ونيته لكن تروحين السوق وتفترين تقيدت ساعة أو ساعتين ولما يروح يرمي الجمار تقول أنا تعبانة وأنا ضعيفة وأنا مسكينة يقول لا هذا ليس بعذور بل إن فعلت قد يلزمها دم ويكون حجها ناقص لكن صحيح نحن نبين ونوضح للناس وكيف هو شنو المواقف دكتور عبدالله داما تواجهكم مثل هذه المواقف يعني مرة من المرات صار لي موقف هذه حالة استثنائية وافتيت فيها صراحة جاني واحد محرم زوجته زوجته طبعا هو في حالة نفسية ومسكين مريض وانا ما كنت أدري عنها أصلا وزوجته حريصة الحج دافع فلوس الحج ودافع فلوس حجه وبعد وما يدفع شيء وجانينا على السيارة التحاق المهم قفل قال أنا برجع الكويت ما يبي يكمل اليوم لازم ما بيت في عرف في عفوا في ميناء يعني بكرة النفرة قال ما أنا مريح وإذا ما تروحين شغل السيارة بيمشي قالت لأنا ويت مسكينة يعني كانت يعني نوعا ما مقطوعا من شجرة متكلفة وناوية قالت أنا الحين إذا راح أنا ما أقدر ويقول إذا ما رحتي طلعني جيت حالته إذا ما رحتي أبطلقيتش تقول أنا اللي ويطلقني ممكن ما أتخل الكويت سبحانه فمثل هذه أصعب حالة ما رحت علي سويته وياها أنا يفتح لها بين تدفع دم عن المبيت وعن قالت أدفع وعن الرمي ما البكرة ومشت وراحت لكن حالة خاصة صحيح هذا قفل وها وش بعد يعني رحت لأ شفته تقول والله ياكل أحبوب هذا ما مامو حالة الحبوب ما أثرت معها ما أدرش من طريقتها فهو شغل السيارة وقصيتها أخذت قلت لعطي رقمتش الإدارة لسمح الله يصير فيك شيء وإلا شيء يكون بين الإدارة تواصل بس الحمد لله إن صلت الكويت ومرهضة فهذه الحالة اللي ما أنساها صراحا